الوسائل المعينة على غض البصر رقم واحد استعن بالله لو هتفتكر ان انت عندك قدرة شخصية وقوة من جواك ان انت تقدر تغضي بصرك عن اي وحدة ولو كانت اجمل امرأة مش هتقدر الا لو اعانك الله وانه لا يسير على من يصله الله عز وجل عليه يوسف عليه السلام رسول كريم ورغم ذلك قال وإلا تصرف عني كيدهن اصبوا اليهن واكم من الجاهلين فاستجاب له ربه فصرف عنه كيدهن انه هو السميع العليم رقم اثنين استحضار مراقبة الله استحضر ان ربنا مطلع عليك شايفك شايفك بالليل وبالنهار شايفك وانت قاعد وانت قايم شايفك في السر وفي العلن شايفك في كل موضع الله عز وجل مطلع عليك الله يراك سبحانه تعالى رقم ثلاثة الزواج او الصيام لان النبي قال يا معشر شباب من استطاع منكم الباقة فليتزوج فانه اغضل البصر واحصن الفرج فمن لم يستطع فعليه بالصوم فانه له جاء يا زواج يا صيام عشان تغض بصرك ربنا يحفظه كبار فيه رقم اربعة معرفة فضاء الغض البصر شوف فضاء الغض البصر اديه فضاء العظيمة جدا اديه تفوز بردوان ربنا اجيبها ربنا هيكرمك وتكون ان شاء الله في صحبة نبينا اكيد لو غضيت بصرك هتنعم يوم الايامة ان شاء الله بالنظر الى وجه الله اعظم متع في جنة ربنا سبحانه وتعالى رقم خمسة تعرف على الشرور هتغض بربنا هتبعد عن نبينا صلى الله عليه وسلم هتضيع دينك هتضيع حياتك وممكن هتقع في اشياء يعني لا تحمل عقباها رقم سبعة مصاحبة الاخيار هيعينوك على غض البصر رقم تمانية ملازمة المصحف خلي المصحف في يدك في كل مكان واقف على الاوتوبيس مستني او الميكروباس مستني الاوتوبيس يجي افتح المصحف فكرة طلعت الميكروباس ادفع الفلوس وبعد كده افتح المصحف فكرة في عيادة الطبيب في عيادة في اي مكان اقعد اخلي المصحف صديقك وصحبك ويعني يلزمك في كل مكان ملازمة ذكر الله طول من انت بتذكر ربنا يقينا لو عدت قدامك اجمل امرأة في العالم سبدأ اني مش هتشوفها لان انت مشغول بالله حبيبك سبحانه وتعالى رقم عشر عدم من وقوف في الاماكن اللي بيمر فيها نساء كتير ما جيش عندي مدرس البنات وقف وقولها وض البصر ما جيش عندي باب جمعت بنات وقولها وض البصر ابعد عن الفتن ديت رقم حداشر الانشغال بهم الدعوة رقم اتناشر اربط عينيك بحطة قماشة الفترة طويلة حد ما تحس ان انت ما بتشوفش وبعدين افتح بها القماشة ديت وشوف نعمة البصر قدية جميلة قول نعمة كبيرة وعظيمة مش هستخدمها الا فطعت ربنا رقم تلتاشر التوبة توب واحسن واقلص النير الله رقم اربعة عشر استحضار ما قعده الله لك في الجنة من النعيم والحور العين واللزة التي ما بعدها لزة واعظم لزة لزة النظر الى وجه الله سبحانه وتعالى في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة خيوة حبيبي ان شاء الله بكده نكون انقصرنا على الشيطان هنتواعد هنوض بصرنا رجالة شباب ونساء الكل هنوض بصره عشان بكده نكون جبنا لمس اكتاف وضربنا الشيطان الضربة القضية وان شاء الله ربنا يحفظنا يحفظكم واللي يغض بصره اسأل الله ان يرزقه لزة النظر الى وجه الله وان يرزقه صحبة رسول الله قولوا امين اللهم امين يا رب العالمين سبحانك اللهم وبحمد